حقيقة عملية التقديم عملية التقييم للمؤتمر لنتائج المؤتمر هي مرهونة بشكل أساس بما يتمخض عنه على الصعيد العملي على الصعيد الإجرائي على الصعيد الأدائي من دون أن تكون هناك إجراءات من دون أن تكون هناك أعمال نهائية تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن العراق يعني ما أعتقد أنه نستطيع أن نصف المؤتمر على أنه ناجح أما من حيث كون المؤتمر يأتي في هذه الفترة يعني هي لا بأس بها لكن هو المؤتمر كان المفروض عليه والمؤتمرون وحتى المضيف اللي هو الحكومة العراقية كان المفروض أن يثيروا قضايا تهم المواطن العراقي تهم الشعب العراقي يعني على سبيل المثال هل أن المؤتمر سوف مثلا ينهي عملية التدخل التركي في شمال العراق وكان الوزير الخارجي التركي حاضر يعني هذه مسألة تهدد الأمن القوم العراقي كان مفروض على المؤتمر أيضا المؤتمر سيد مصطفى تناول الانتخابات وهو شأن يهم المواطن العراقي أليس كذلك وأيضا إعادة الإعمار إعادة النازحين إلى أماكنهم نازح سلاح الميليشيات كل هذه الأمور يعني هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح لكن لحد الآن يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا كما يقال فلهذا أقول الآتي هل أن المؤتمر مثلا سوف يتحدث مع الجانب الإيراني حول عملية قطع أكثر من 20 رافض لترفض الأراضي العراقية بالمياه هل سوف المؤتمر ينهي مثلا الوضع الغير الطبيعي لمسألة النازحين وما يمكن أن يقدمه أقول الآتي أن الدول الإقليمية وحتى الدولية ممثلة بفرنسا إعندها الاستعداد يمكن لتقديم يعني بعض الاستثمارات بعض المعونة لكن الخلة كل الخلة سيدتي الكريمة هو في الوضع السياسي العراقي أقول العراق هو غير مهيئ ولكن هناك دعم دولي خاصة من قبل الذين حضروا المؤتمر للانتخابات المنتظرة هذا صحيح الانتخابات بدعم أو بدون دعم هو استحقاق وطني قائم هو استحقاق وطني قائم ولكن هناك عمل على إقامة انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية تدفع بالعراقيين إلى المشاركة أكثر من سابقاتها بذلك تكون عملية سياسية قد تكون أنجح من سابقاتها ألا تعتقد ذلك صحيح صحيح جدا صحيح جدا نحن بحاجة إلى الدعم الدولي بحاجة إلى الاعتراض بالدعم الدولي لعملية الانتخابات الولايات المتحدة قدمت دعم قدمت دعم مادي وقدمت دعم معنوي فرنسا نفس الشيء لكن أقول الآتي أن المشكلة سيدتي الكريمة يعني مرة المؤتمر يتحدث يعني أنا هكذا أفهم الأشياء مرة المؤتمر يتحدث عن ما يهم الشعب العراقي والشعب العراقي يهم الأمن الاستقرار الطاقة الكهربائية وهذه الأشياء كان مفروض ومرة المؤتمر أو المؤتمرون يتحدثون عن وضع إقليمي